يستقبل الطلاب في محافظة الحديدة عاماً دراسياً جديداً وكلهم أمل في أن تضع حرب الميليشيا أوزارها خصوصاً أن عدداً من المدارس كانت أهدافاً مباشرة لطيران التحالف خلال الفترة الماضية بعد أن حولتها الميليشيا إلى مقرات لها ومخازن لعتادها العسكري على ركام مدارسهم تتلقفهم ذاكرة المكان بعد أن صارت غير صالحة للدراسة فيما تسرب عدد كبير منهم من مقاعدهم الدراسية كنتيجة حتمية للخوف الذي يملأ نفسهم من الحرب وأيضاً الخراب الذي طال المحافظة وفي مقدمتها المؤسسات التعليمية مع التسع نطاق الطلعات الجوية لطيران التحالف على المدينة تزايدت مخاوف أولياء الأمور على حياة أبنائهم وغدت مقاعد الدراسة غير آمنة مثل كل شيء بثت فيه جماعة الحوث الرعب نتيجة لحربها واتخاذها أغلب المؤسسات التعليمية والمكاتب الخدمية لممارسة سلطتها فقط دون الاهتمام بأي شيء آخر ولذلك صار الممكن هنا أن تشهد المدارس عزوفاً كبيراً عن الدراسة مقابل أن يظفروا الطلاب بما تبقى لهم من حياة وإن خسروا مقابلها جزءاً كاملاً من مستقبلهم أو حتى المستقبل كامل